بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا سؤال وردني هل يستطيع الشيطان أن يتدخل في أحلامك؟ يعني هل هناك علاقة بين الأحلام وبين الشيطان؟ هل يمكن للشيطان أن يريك أشياء مثلاً تحبها أو تكرهها ويكون لها تأثير عليك في اليوم التالي بعد هذا الحلم مثلاً؟ الحقيقة يجب أن نعلم أيها الأحبة أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن الرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ولم يبقى من النبوة إلا المبشرات الرؤية الصالحة فالرؤية الصالحة أحبة في الله هي رؤية مثل رؤية سيدنا يوسف عندما رأى أحد عشر كوكباً ورأى الشمس والقمر يسجدون له كل هؤلاء وسيدنا يعقوب أعطاه الله علماً في تأويل الأحلام في تأويل الأحاديث والله علم هذا العلم لسيدنا يوسف لم يتعلمه من أحد بل من الله مباشرة ويعلمك من تأويل الأحاديث لأنه كان في الجب وكان في السجن وتعرض لفتن كثير لم يكن لديه أي مصدر من مصادر المعلومات لذلك هنا قبل أن نجيب بالتبصيل عن هذا السؤال أستحضر آية عظيمة الله تعالى يقول فيها واتقوا الله ويعلمكم الله لذلك أنا أريد منك أخي الحبيب أن تغير فكرتك أن العلم يأتي فقط بالتلقي والعلم يأتي فقط من خلال الدراسات والكتب والعلماء والباحثين ومن خلال مصادر المعرفة المتوفرة لا هناك مصدر أساسي ومهم هو الله هو مصدر العلم أصلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لذلك أخي الحبيب عندما تتق الله يقذف الله في داخلك نورا هو العلم تدرك أشياء لم تكن تعلمها من قبل القرآن يفسر منذ 1400 سنة وكل يوم هناك شخص ما حول العالم يمن الله عليه باكتشاف جديد وبمعنى جديد في هذا القرآن العظيم هذا من 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 تصديقا لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله طيب الشيطان الشيطان كيف يتدخل في الأحلام الشيطان أخي الحبيب له سلطة على الإنسان في الوسوسة فقط وليس في الإجبار يعني الشيطان مثلاً أنا حتى أقرب لك الفكرة تخيل معي أن الشيطان عبارة عن معلومة مثل الفيروس نحن لا نرى الفيروس ولكن عندما يدخل إلى الجسد ويفتك بالجسد نرى آثاره إذن هذا الشيطان يريد أن يوسوس لك ليدخلك معه إلى نار جهنم وبالتالي أخي الحبيب يجب أن تحذر من وساوس الشيطان فالشيطان لنتخيل كما قلنا أنه عبارة عن معلومات تدخل إلى دماغك ذبذبات تدخل إلى الدماغ تدخل إلى القلب إلى الصدر فيبدأ بالتأثير على خلايا دماغك وقلبك فيوحي لك بأشياء يعني يزين لك الشر يزين لك فعل الشر قد يقول قائل ما هو الدليل على وجود الشيطان طيب قبل مئة سنة مثلا لم يكن العلماء يعلمون شيئا عن الفيروسات كان الكثير من أنواع الطاعون يضرب البشر ويموت الآلاف ولا يعلم الناس مصدر هذا الأمر أو ما الذي حدث عندما تطور العلم وتم اختراع المجهر الإلكتروني وتم اكتشاف ما يسمى بالشريط الوراثي DNA وRNA وغيرهم غيرهم تبين أن هذا الفيروس عبارة عن معلومة هو يتدخل في معلومات الخلايا يعني هو ليس لديه أسلحة هو ليس لديه شيء يهاجم به هو يدخل إلى البرنامج الموجود في الخلية ثم يعطي أمر لهذا البرنامج بدلا من أن تقوم الخلية بتصنيع خلايا جديدة يأمرها أن تصنع فيروسات سبحان الله يعني الفيروس معقد جدا ولكن لا يستطيع أحد اليوم أن ينكر هذا الكلام الذي أقوله طيب لماذا تنكرون أن الشيطان يستطيع أن يدخل إلى دماغك ويتسلل ويؤثر على الموجات التي يطلقها دماغك وبالتالي يوسوس ويزين ويتحكم بهذه الأفكار بدلا من أن تقول أنا الآن سأفتح الموبايل لأشاهد مقطع عن القرآن الكريم أو عن معلومة علمية أستفيد بها أو أفيد بها غيري تقول أنا سأفتح على موقع فيه له عن ذكر الله فيه مقاطع تغضب الله فيه كذا فيه كذا فيه نميمة فيه استهزاء بالناس فيه كلها مضرة تقول من الذي يحرك هذا الدماغ هو الشيطان ولكن هنا كما في حالة الفيروس أخي الحبيب الفيروس لا يستطيع أن يؤثر على كل الناس هو يؤثر فقط على من لديه مناعة ضعيفة الذي يمتلك مناعة قوية الفيروس تجده عاجزا جسمك برنامج الخلية الموجود في الخلية الذي يشغل الخلية نظام التشغيل الخلية لنقول هذا النظام يدرك على الفور أن الذي دخل إليه هو فيروس ضار فيبدأ الجسم بالقضاء عليه ولا يستجيب لأوامره فالآن الشيطان دخل إلى دماغك أو إلى صدرك وبدأ يأمرك بالشر بدلا من أن تقوم بفعل الخير يمنعك عن فعل الخير أو يأمرك هو لا يستطيع أن يمنع ليس له سلطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إذن نظام المناعة ضد الشيطان هو الإيمان والتوكل على الله عندما ضرب فيروس كورونا مؤخرا الأرض أكثر عمليات بحث كانت عن موضوع المناعة كيف أكسب مناعة قوية ضد هذا الفيروس طبعا العلماء بدأوا يقولون يجب أن تأخذ فيتاميسي والزينك والطعام الصحي وإلى آخره والرياضة وتتجنب ملامسة الأسطح يعني إجراءات الاحترازية وغير ذلك كثيرة وكل الناس بدأوا يستجيبون ويطبقون طيب القرآن أعطانا أساليب لتمتلك مناعة قوية ضد هذا الشيطان وتأثيره إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا رقم واحد وعلى ربهم يتوكلون التوكل على الله فإذن هذا الشيطان سواء جاء في اليقظة أو في الأحلام طيب وأنت نائم الدماغ يعمل القلب يعمل المجال الكهربائي للقلب موجود والمجال الكهربائي والكهرطيسي للدماغ موجود وأي فكرة تطلقها يستطيع العلماء أن يتعرفوا على ملامح هذه الفكرة من خلال الموجات التي يطلقها الدماغ فهذا الشيطان يستطيع أن يؤثر على هذه الموجات مثلا ويأمرك بالشر الحلم الذي يراه الإنسان أقصى شيء يستطيع أن يفعله الشيطان هو أن يريك كابوسا مؤلما شيء مفزع كوابيس متنوعة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا طريقة رائعة للوقاية من هذا الأمر إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها أول شيء قال فليتعوذ بالله من الشيطان ومن شرها فإنها لا تضره وأعطانا إجراء عملي أن نقرأ المعوذتين وننفث نفخة خفيفة ثم تمسح صدرك ووجهك وتغير الاتجاه الذي أنت كنت نائما عليه وقال أيضا ولا يحدث بها لماذا؟ لأن النبي لا يريد أن يشغل دماغك بأفكار فارغة شيطانية لا تضر هو طمأنك أي رؤية تكرهها اعلم أنها من الشيطان وانساها فورا ولا تذكرها ولا تحاول أن تفكر بها أبدا فإنها لا تضرك وأنا أطبق هذه القاعدة النبوية على الأفكار الرؤية الجميلة الصالحة المبشرة فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمح لنا أن نحدث بها لأن فيها تفاؤل إنسان رأى نفسه في الجنة هذا أمر جميل يحدث به إنسان رأى الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام هذه من أجمل الرؤى يحدث به بينما إنسان رأى لصا يحاول أن يسرقه لا يتوهم أنه سيسرق في اليوم التالي أو كذا هذه لا تضره الشيطان يريد أن يشغل دماغك بمعلومات تافية وفارغة ويجعلك تلهث وراء الدنيا وتخاف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين عدنا إلى موضوع الإيمان إذن القضية كلها قضية إيمان أيها الأحب نحن للأسف معظمنا مؤمن بالإسم أما حقيقة حقيقة هو ليس بمؤمن لماذا كيف تعلم نفسك أنك مؤمن أو غير مؤمن فقط اختبر مدى خوفك من الشيطان يعني هل أنت تخشى هذا الشيطان هل تظن أنه يضرك هل تظن أن هذا الشيطان يستطيع أن يسيطر عليك ويؤذيك هذا هو السؤال فإذا كان الجواب لا الشيطان ليس له سلطان علي إذن هذه علامة من علامات الإيمان والتوكل على الله أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق